المعريض هذا العام لنسخة 16 كنت في النسخة 16 الحمد لله كان شاهده واحد تطور كبير وكبير بزاف من ناحية تنظيمية من ناحية لوجيستيكية من ناحية كذلك الحضور ديال الزوار ذاك العام كانت أكثر من 900 ألف زائر هذا العام يعني عايكون العدد يعني كبير وكبير بزاف شاهدناك يعني واحد واحد الرواق ديال الرقمية جديد يعني إضافة يعني لالالكي إحنا كمتدربين ديال هاد المجال الفلاحي هذا يعني جينا غنستفدوا بزاف من هاد الرواق دا اللي زايد يعني كما كاتعرفو يعني العالم دابا يعني العالم الرقمان ها والديجيطال يعني هاد شي غادي للتطور الحمد لله مكناس معروفة بالفلاحة ومعروفة يعني باستقطاب يعني الفلاحة ديال العالم كامل ماشي غادي ديال المغرب الحمد لله انتمنى وان شاء الله تسوق قطط يعني من المطارين ان شاء الله اللي غادي تخلي للفلاحة ولا الكسابة يعني للصغار والكبار ان شاء الله باش الفلاحة في المغرب ديفلوبة ان شاء الله من ليس اختاريط هذا المجال ديال الفلاحة كان من جهة سوس مساء من إقليم تيرودانت الفلاحة يعرفت تطور كبير كان الجفاف كان واحد تقوف من المياه ولكن الحمد لله يعني وخا كان بعض الشابب يعني ما كيجي وش ده بدك شليك يعرفون الناس القدام ما بقاش دبال الفلاحة ديالشحر هذه مع جدودنا ومع زميلي ما بقاش كما هي واحد العصر ديالرقمانة واحد العصر اللي هو يعني يعني هو موطح الدير وغادي القدام إن شاء الله دكشي علاش كيخلي يعني وقا بقا ديالفلاحة يعني للقديمة عند الناس اللي قدام يعني بغينا يعني تكون واحد يعني تكون واحد يعني تكون واحد اللمسة من خصوصا من المسؤولين ديالالفلاحة تكون واحد الدورات تكوينية مثلا يعني يستوعبوها يعني الناس القدام حيث الناس يعني ذاك الإنسان القديم باش تستوعبوه تخليلي واحد الأمور الدور ديالالا إحنا كشباب يعني جينا بواحد الفكرة و جينا بواحد استراتيجي إن شاء الله اللي غادي تتطور الفلاحات ديالالى يعني فالبلاد ديالنا إلى الطورة لفلاحة ديالنا أنا أتطور معك واملين إن شاء الله والحمد لله خير إن شاء الله